السلام عليكم من الاسئلة برضو اللي جاتلي ازاي ممكن نعمل بحث مبين تاريخين باستخدام power query يعني لو عندي جدول كبير جدا مليان سطور كتير قوي وطبعا فيه كلهم للdate ازاي ممكن استخدم input من جدول تاني ان انا اجيب كل الروز اللي بتمثل الفترة مبين تاريخين معينين باستخدام power query طبعا انا عامل حل مش بطال والحل ده باستخدام merge حل بسيط جدا ولكن قبل ما تعمل merge محتاج الاول انك توجد لستة التاريخ مبين التاريخين دول يعني لو قلتلك من واحد واحد لحد سبعة واحد مثلا محتاج اوجد لستة بالسبع ايام دول وطبعا تكون ديناميكية علشان الاختيار بتاعك او الفلتر بتاعك ممكن يتغير باستمرار حل بسيط زي ما قلتلك تعال نروح على الاكسل بسرعة ونشوف ممكن نعمله ازاي على الشمال عندي جدول فيه المبيعات اليومية لسنة 2022 جدول ده كبير نسبيا حوالي 343 الف line وعندي جدول تاني صغير ممكن ادخل فيه تاريخين فروم وطو وباستخدام الباور كويري اقدر اعمل بحث ما بين التاريخين دول اجيب كل اللاينز اللي موجودة ما بين التاريخين في البداية لو انا عندي جدول اللي فيه التاريخين او فروم تو ده فاضي وحاولت اعمل ريفراش حايديني مسج بتقولي بليز سيلكت ستارت ان انديتس طيب تعال نبدأ ندخل تاريخ مع بعض فمسلا هدخل تاريخ واحد واحد اثنين وعشرين الى تاريخ اثنين واحد اثنين وعشرين وبعد كده ريفراش حتلاقي عندي كل الروز او كل اللاينز اللي ما بين التاريخين دول ولو فتحت الفلتر بتاع الديت هتلاقي عندي سنة اثنين وعشرين شهر يناير يوم واحد ويوم اثنين طب افرد من ادخلت تواريخ غير منطقية يعني عكست قلت مثلا انا عايز ابدأ من يوم ثلاثة وانتهي يوم اثنين طبعا ده تاريخ غير منطقي ريت كليك ورفراش سيديني اجابة مختلفة يقولي بليز سيلكت فالد ديتس الديتس دي مش منطقية لو سمحت اختار ديتس مختلفة طب لو غيرت تاريخ بتاع يوم ثلاثة ده ورجعت به شوية الورق ولياكم مثلا ثلاثة يناير سنة واحد وعشرين يعني هارجع سنة الورق خد بالك الجدول الاصلي لا يوجد غير سنة اثنين وعشرين ريت كليك وتعالى نقوله ريفراش تعالى نبص على الفلتر ستجد يوم واحد ويوم اثنين ومفيش اي سيل جايلي فاضيع يعني كل السيل اللي جايلي جايلي مليانة رغم ان اختار تواريخ اديمة نسبيا فهو تجاهلها وبدأ من التاريخ الفعلي بتاع السنة لغاية تاريخ يوم اثنين يبقى باستخدام الـ Power Query قدرت اجيب التواريخ المزبوطة ولو عندي مشكلة في التاريخ بيطلع لي message تقولي لو سمحت اختار تاريخ بشكل مزبوط تعالى مع بعض نشوف قدرنا نعمل كده ازاي فكرة الحل بسيطة جدا ان انا في البداية عايز احاول الجدول ده هو From To عايز احاول ما هو From To كده الى لستة لكل الـ Dates اللي ما بين التاريخين دول يعني ده من واحد لخمسة عايز لستة تبقى فيها واحد يناير اثنين يناير لغاية خمسة يناير وبعد كده استخدم المرج عشان استخدم التاريخ دي بدالية التاريخ اللي موجودة في الجدول الاصلي واجيب كل الـ Lines بتاعتها حل بسيط جدا لكن اول حاجة لازم اعملها اني ابعت الـ Two Tables دول على الـ Power Query وده انا عملته قراري على يمين من Queries and Connection هاختار اي واحدة من الاثنين واعمل Double Click هيفتحي الـ Power Query Editor الـ Query الاوانية فيها الجدول اللي انا عايز اعمله فيلتر 344 الـ Line تقريبا وما فيهوش غير بس الـ Source و Change Type والجدول الثاني اسمه فيلتر اللي فيه Dates From To واول خطوة عايز اعملها اني انشئ لستة ما بين التاريخين دول وده هعمله في كولوم جديد فحروح علاقات كولوم وقول لو سمحت اعملي Custom Column من ال Custom Column Window مش هغير اسم الكولوم خليه زي ما هو وتعالى اشوف الاول ممكن انشئ لستة عملها اكتر من مرة قبل كده ولكن خلينا افكرك لو عايز لستة لتسي من واحد لخمسة هعمل Carry Bracket واكتب واحد ودابل دوت وخمسة وقفل Carry Bracket ودوس على اوكي هيعمل لي لستة ادي Custom Column جديد اهو لو عملت تشاك على اللستة دي هتلاقيها فعلا لستة من واحد لخمسة لستة ارقام من واحد الى خمسة لكن انا عايز لستة من التاريخ الاول وتنتهيه في التاريخ التاني فممكن ابدأ اعمل Edit وبدل الواحد ده هعمله Delete واختار From double click عليها وبدل الخمسة هاختار To double click عليها ولو دوست على اوكي هيدي لك Error ولو بسيت على Error ده بيقول لك انا مش قادر ان انا احول التاريخ اللي موجود هنا الى رقم عشان انشئ لك لستة خد بالك ان التاريخ في الاكسل متسجلة بSerial Number السيرير يبدأ من 1900 او واحد واحد 1900 واليوم ده هيكون رقم واحد وبعد كنت تفضل اللستة تكبر اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد تاريخ النهاردة لو هيكون خمسة واربعين الف او او اربعة واربعين الف وشوية حاجة زي كده فعشان اقدر احول التاريخ الى السيرير نمبر بتاعه هستخدم function اسمها number.from فهعمل ايدة المرة التالتة وقابل كلمة from طبعا from ده اسم الكولوم هستخدم number.from ونفس الكلام قابل to التاريخ التاني تاريخ النهاية هستخدم برضو number.from دلوقتي اذا ادوست على اوكي هتلاقي اهر الاختفى وبقى عندي لستة واللستة دي زي ما انت شايف ادي السيرير نمبر بتاع التواريخ انا هنا عندي يومين بس فعشان اللستة مكونة من two items دلوقتي ممكن اعمل expand لللست عشان افرد الجدول شوية هستخدم expand button وعندي two options ياما extract values ياما expand to new rows هاختار expand to new rows هيعمل لي سطرين في الجدول وكل سطر فيه تاريخ من التاريخين اللي انا عايزهم دلوقتي الموضوع اصبح اسهل ممكن استخدم الكلوم ده علشان اعمل merge مع الكلوم التاني دلوقتي ممكن نبدأ نعمل المرج بس قبل اعمل افتكر ان احنا نروحنا على sales transaction هنلاقي الكلوم بتاع date معمول type بتاع date يبقى انا محتاج كمان الكلوم اللي اسمه custom اللي انا هستخدمه كعامل مشترك مبين الجدولين عشان اعمل merge محتاج هو كمان يكون date من هنا هاختاره على طول اقول له سمحت حولي ده الى date دلوقتي ممكن نعمل merge هنروح من هوم على merge queries فوق automatic الجدول الفلتر موجود من تحت هنختار جدول sales transaction هنختار column date من تحت وكلوم اسمه custom من فوق هتلاقي ان دلك علامة صح دلوقتي انا ممكن اقول له اوك بس خد بالك من حاجة انا لو اخترت الفت اوتر بعد كده لو لأي سبب اي date من ال dates دور ما هوش valid date يعني لو اخترت date قبل 22 مثلا وعملت عملية merge باستخدام الفت اوتر هيديني lines فاضية او lines فيها 0 وده انا مش عايزه يبقى الحل ان انا بدل الفت اوتر استخدم حاجة اسمها inner وده معنى كده سيجب لي اللي حصل لها ماتشنج بس هادف لي column اسمه sales transaction ولو عملت تشك هتلاقي ادي اليوم اللي انا كنا مختارينه اللي هو واحد واحد هتلاقي كل التواريخ هنا واحد واحد اثنين وعشرين التابل اللي بعده هتلاقي كل التواريخ اللي موجودة فيه اثنين واحد اثنين وعشرين انا محتاج بس ال column ده right click وحقول له remove other column دلوقتي ممكن اعمل expand لا تنساست شيء use original column name as prefix وهدوس على اوك واعتقد دلوقتي الى حد كبير العملية مضبوطة ممكن اروح على home وقل له close and load انا كنت اعمل قبل كده load فحقول له close and load وبعد كده هاختار filter وright click وقل له load 2 هغير load option اخليها table and exist node sheet وادوس على اوكي وادي الجدول بتاعك لو بسيط على filter هتلاقي ادي اليومين بتوع شهر يناير وزي ما اتفقنا بدل 3500 لين بقى عندنا حوالي 1900 لين وده تقريبا اليومين اللي احنا عايزينهم تعالى نعمل شوية تجارب ونشوف ايه اللي ممكن يحصل فتعالى اول حاجة نختار date ما هوش valid بدل ما احنا من 1 يناير الى 2 يناير خليها زي ما عملنا قبل كده من 3 يناير الى 2 يناير وقل له write click وقل له لو سمحت اعمل refresh هيديني جدول فاضي خالص لانه ملقاش اي ماتش فما فيش مشكلة ده بالنسبالي حاجة مش بطالة ولكن بدل ما يطلع لي جدول فاضي كده وانا مش فاهم ايه اللي حصل محتاج انه يديني رسالة ويقول له لو سمحت اختار dates تكون منطقية فممكن نعمل update للكويري عن طريق ان اعمل تشك على التابل لو لقيته فاضي ادي message مكان التابل الفاضي دابلت لك على filter واللي ممكن اعمله دلوقتي انه زي ما انت شايف ادي الخطوة الاخيرة بقت جدول فاضي فممكن اعمل check الخطوة اللي بعد كده ان انا اعمل check واشوف هل انت جدول فاضي لو انت جدول فاضي لو سمحت اديني message لو انت مش جدول فاضي فمفيش مشكلة عشان اعمل كده فممكن ازود خطوة جديدة هستخدم ال fx الموجودة هنا عشان اعمل خطوة جديدة وعشان اتشك اذا كان الجدول فاضي ولا مش فاضي هستخدم function اسمها table.is empty وبعد كده هفتح قوس وحقفله والاجراء بتاعت السؤال ده هتكون اما true او false فكل ما عملته قلت له table is empty ووديته اسم الخطوة السابقة لو عملت check mark هتلاقي بيقول لي true معنى كده ان الجدول فاضي طب لو الجدول فاضي نعمل ايه؟ تعال نعمل edit للمرة التانية لما تلاقي حركة الجدول فاضي عشان اتشك على القصة دي فقبلها هستخدم ال f فحقول له لو سمحت لو لقيت الجدول ده فاضي لو سمحت ديني رسالة فحقول له then والرسالة دي ممكن اكتبها جوه اتنين double code ولتكن مثلا please select valid dates يعني كده يقول لو سمحت اختار تواريخ منطقية طب لو كانت الاجابة false يبقى ممكن يجيب الخطوة السابقة ومفيش مشكلة فحقول له else ولو اجابة false هاول لو سمحت هاتلي الخطوة اللي قبل دي من غير تغيير عشان اعمل لها reference ممكن ابدأ بالهاش وبعد كده double code واسمها expand اخر خطوة اسمها expand sales transaction فان مفيش مشكلة وبعد كده اعمل عامة الصح يبقى رسالة طلعتلي please select valid dates وممكن اغير اسم الخطوة دي وقل له rename واسميها مثلا check if empty وادوس enter دلوقتي ممكن اقفل وقل لو سمحت keep اعمل لود المرة الثانية للquery اللي اسمها filter وبدل ما كان مديني تابل فاضي اداني رسالة يقولي please select valid dates طب تعال نشوف لو احنا شرنا خالص وقلنا لا انا مش حطت اي حاجة هنا اعملت delete وقفت هنا وقلت وقفت هنا وقلت click ولو سمحت refresh اللي هيحصل الquery كلها هاتبوز يبقى انا محتاج اشوف حل ازاي ممكن اوفركم حتة ان الquery دي ما تضربش مني حتى لو انا مش عامل اي اختيارات وهذا اللي هنشوفه في اخر جزء في الفيديو هنعمل المرة الثانية هنروح على الquery double click على filter طبعا انا عملنا تريس للك ستجد انها تضرب من الاول خالص يعني في الاول عندي 0 و 0 لما بتحاول تضرب تحاول تضرب خالص هل في طريقة ممكن تخليني اتشك اذا كان في مشكلة ولو في مشكلة يديني حل بديل اه ممكن جدا هاعف على الخطوة الاخيرة واعمل برضو اف اكس والمرة دي قبل check if empty check if empty دي اسم الخطوة اللي قبلها قبليها على طول ممكن استخدم حاجة اسمها try وخدنا عليها فيديو قبل كده وحتلاقي اللينك بتاع موجود فوق حاول لو سمحت اجرب الخطوة اللي اسمها check if empty لو الخطوة دي صحيحة او خطوة دي بتديلك ناتج مظبوط يبقى لو سمحت اخرجلي النتيجة بتاعتها مفيش مشكلة ولكن لو في مشكلة في الخطوة دي يبقى حقول له otherwise معناها لو لقيت اير هتعمل ايه فحقول له otherwise وممكن برده اعمل double quotation وجواهم اعمل ماتد اشتانية ولتكن مثلا لو سمحت اختار تاريخ بداية ونهاية فممكن نقول له please select start and end date وبعد كده اعمل ال check mark وهتلاقي ناتج النهائي بقى please select start and end dates طب انا هسألك سؤال و هنفكر فيه مع بعض هو ازاي ان الكويري بتضرب من الاول يعني في الخطوة التالتة كويري ضربت مننا ازاي ازاي انا جيت في الاخر لو نفكرنا ان الكويري بدأ من الاول يبقى اكيد لما يحصل ايرر في الخطوة التالتة الكويري ستوقف وعايز اقول لك ان ليس هذا الكيس اللي بيحصل العكس الكويري بتبدأ من الاخر للاول يعني هو اول حاجة سيروح على custom 1 custom 1 سيقال اسمي الوقتي حالا وسيقال له rename check error اول حاجة يبدأ على check error فيروح يشوف الخطوة اللي قبلها بلاقي اول حاجة قوله try فتراي مين الخطوة اللي قبلها يجرب الخطوة اللي قبلها لو مدي ايررر فخلاص سيديك نتيجة النهائية لو قامش مدي ايررر سيقال الخطوة اللي قبلها وهكذا وهكذا حد ما يوصل للسورس ففواقع الامر سيبدأ من الاخر الاول لذلك انا في الخطوة الاخيرة اشوف لو كان في ايررر اطلع message بشكل مباشر انا كده خلصت اقول له برضو keep دلوقتي بيعمل loading اعمل loading one row واخد بالك المسيج تغيير تبقى please select start and end dates ودلوقتي حتى لو دخلت تاريخ في جانب واحد بس وليكن هنا مثلا 1.1.22 وعملت refresh المسيج بش هتغير لان برضو هيفضل ايرر موجود فهيقول لي برضو لو سمحت اختار start and end dates وليكن 2 يناير راية click and refresh هذه النتيجة بتاعتي مظبوطة كما انا في الاول تعال نقلق القصة نقلق ال dates عكس بعض ونخلي دي 3 يناير ونقلق راية click ونقلق رفرش المرة هيتديني table فاضي وحتشوف ان المسيج بتغير اعتقد حل مش بطل لو انت لسه جديد بالنسبة للpower query هتلاقي دلوقتي لانك على سكرين في الفيديو الكامل بيشرح الpower query من البداية خالص حوالي خمس ساعات اسمه شرح مبادئ power query بياخدك من الاول خالص لحد مرحلة متقدمة جدا ولو انت عندك فكرة مش بطالة عن power query كمان في بعض الفيديوهات عملناها في اخر فترة بتدي حلول لبعض المشاكل الشائعة زي واحدة منهم اللي عملناها النهاردة فهتلاقي برضو بلايلست تانية فيها اربع خمس فيديوهات اللي عملناهم في اخر فترة ممكن برضو تاخد فكرة عنهم لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك واسب لي تعليق واشترك في القناة وشوفك الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله